النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي نشرة الأحوال الجوية عبر أثير راديو الثورة أهلا وسهلا بكم في نشرة جديدة ومفصلة أجواء صيفية معتدلة إلى حارة نسبيا بفعل كتلة هوائية باردة نسبيا تتمركز وسط أوروبا وتصل تأثيرتها حتى مناطق البلقان من المتوقع أن نتأثر بأطراف هذه الكتلة الهوائية خلال الأيام القليلة القادمة وحتى مساء الخميس القادم سطحيا تستمر المنطقة بالتأثر بمخفض جويا سطحيا حراري من دمجمع مخفض الهند الموسمي يترافق مع كتلة هوائية حارة بالنسبة لهذه التطورات في طبقات الجو كافة نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقص اليوم السبت مشمسا مستقرا معتدلا إلى حار نسبيا تنخفض درجات الحرارة لتسجل 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 22 درجة مئوية حركة الرياح تكون غربية مع سرعات تلهمش 25 كم في الساعة بالنسبة ليوم غد الأحد تستمر الأجواء كما السبت صيفية معتدلة إلى حارة نسبيا على عمول مناطق الشمالية الغربية والساحلية وتكون حارة على مناطق الشرقية والجنوبية درجات الحرارة المتوقعة مناطق الشمالية الغربية 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 22 درجة مئوية تنشط حركة الرياح الغربية لتهب بسرعات نشطة نسبيا عندها 30 كم في الساعة مما يساهم في تحويل الأجواء من حار نسبيا إلى أقرب للمؤتدلة بالنسبة ليوم الثنين لا جديد على الحارة الجوية حيث تستمر الأجواء الصيفية المستقرة الحارة نسبيا على مناطق واسعة من البلاد وتسجل درجات الحرارة 35 درجة مئوية نهارا وتصل ليلا إلى 22 درجة مئوية أيضا الرياح الغربية تحافظ على نشطها النسبيا عند 25 كم في الساعة إلى 30 كم في الساعة إذن أجواء مستقرة لا ارتفاع ولا انخفاض على درجات الحرارة خلال 72 ساعة القادمة وذلك بفعل وقوع بلاد الشام على أطراف كتلة هوائية معتدلة حيث تحافظ درجات الحرارة على معدلاتها إلى على معدلات لمثل هذه الفترة من السنة بدرجتين إلى ثلاثة بالنسبة للتوقعات متوسطة و بعيدة لمن تستمر الأجواء صيفية معتدلة حارة طيلة أيام الأسبوع الجاري في حين نتوقع كتوقع قابل للتغيير و بعيد المدان ترتفع درجات الحرارة نتأثر بموجة حر مع نهاية شهر أبو الله أعلم هذا كان كل ما يتعلق بالتطورات الحالة الجوية قادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون